السلام عليكم طلاب. إن شاء الله تكونوا خير وصحة وسلامة. نبدأ محاضرتنا الجزء الثاني للموديلاتي. دعونا نأتي على قوانين الموديلاتي. أولا قلنا تقنية AM. قوانين الـ Power. الموديلاتي أو الموديلاتي ستكون بالشكل التالي. وهذه الـ Fc. وهذه الـ Upper Side Band. وهذه الـ Lower Side Band. الـ Power. الموديلاتي. الـ Fc لها Power. نسميها PC. الـ Career Power. الـ Upper أسميها P Upper Side Band. والـ Lower أسميها P Lower Side Band. الـ Upper والـ Lower. مجموعهم. إذا جمعناهم. أسميه P Side. إذن هسا قدر أقول. الـ P Total. مجموع الكل. إبارة عن. الـ P Career. زائدًا الـ P Side. الـ P Side يعني P Upper زائدًا P Lower. أولا قدر أكتبها. الـ P Career. زائدًا P Upper Side Band. زائدًا P Lower Side Band. إذن هسا أكتب القوانين. P Total يساوي Pc. زائدًا P S. الـ P S. هو عبارة عن الـ P Upper Side Band. زائدًا P Lower Side Band. زائدًا P Lower Side Band. زائدًا P Upper. زائدًا P Lower. يساوي P Lower. نحن نقول عليهم. تواهم. نفس القدرة. اذن P S. نصفها Upper وNصفها Lower. يعني P Upper تساوي P Lower. وتساوي P Side. على اثنين لأن البي سايد مجموعهم بما أنهم تتساوين فإذا عندي البي سايد أقسمها على اثنين هي تساوي الور أو الابار بعد إش عندي علاقات رياضية عندي البي توتال بذلالة البي سي واحد زايدا ام تربيع على اثنين خلو واحد المقامات رح يكون القانون في توتال يساوي بي سي ثنيا زايدا ام تربيع على اثنين هذا القانون مهم وهذا القانون مهم هذا أني أيضا قوانين بس يعني المفروض نعرفها يعني بديهية فتريد تحفظ هذا القانون أو الآن يفضل هذا القانون بعد إش عندي هذا القانون البي تي بداية بي سي إذا أقدر عكسه تريد تحفظه بس هذا أو تريد تحفظه لعكس موادته إنه أحط البي سي هنا والبي تي هنا هذا يصير مقلوبة هذا يصير مقلوبة هذا يصير مقلوبة ماذا سيصير يعني 2 على 2 زايدا ام تربية بس الطلاب دائما يغلطون فالذلك نقوله أحفظ هذا ومن عنده تقدر تستخرج البقية المجهور يعني أريد البي سايد بدلات البي كاريير البي سايد طبعا أكو اشتقاق إلا ما رح نتخل في تفاصيله شي ساولي بنسبة إلى البي كاريير أم تربية على 2 بي كاريير بي سايد نسبة إلى البي كاريير هو أم تربية على 2 إذا سيصير بنسبة إلى البي سايد ام تربية على 2 بي lean وم تربية ما يرغل أم تربية على أربعة proposals هذا من هو البي افار سايد بان ويساول البي افار سايد بان خل ايضا نحط داخل مستطيع اذا هذا قانون مهم هذا قانون مهم هذا القابل شوية قلنا عليه ايضا قانون مهم بعد اش عندي اكو قانون اخر البي سي تساولي اي سي تربيع على اثنيان واذا كان عندي مقاومة مع الانتنا البي سي تساولي اي سي تربيع على اثنيان ار الار هي تمثلي مقاومة مع الانتنا اذا اننا اذا انطيني الممالعة مع الانتنا اللي هي تمثلي الار لكن لا تنسنا البي سي ناخده بالواط والار بالاوم فاذا انطيني ايها كيلو واط احاولي الى واط وانطيني ايها كيلو اوم احاولي الى اوم انتبو على هاي النقطة انتبو على هاي النقطة انتبو على هاي النقطة بعد ما اعتقد اندي قوانين انتبو على هاي الصفحة انتبو على الصفحة الثاني يمكن القوانين اوضح PCIC تربيع على 2 الأبر واللوارد تساوي M تربيع على 4 في PC أو PS هي M تربيع على 2 PC وعندي هذا P total بداية PC أما باستخدام هذا القانون أو نقول شو نقول نقول P total تساوي لل PC 200 زايدا M تربيع على 2 هذا أفضل نأتي قانون الموديشن هنا أيضا ما كتبنا نرجع هنا العفو الأفضل العفو الأفضل أسف الأفضل أقدر أقول القانون الأفضل لو أجل عوضة PS بدلالة الـ PC خاف تنسى هو M تربيع على 2 PC والP total هو عبارة على PC 2 زايدا M تربيع على 2 في كاريير ويالP كاريير 2 ويال2 إيش رح يبقى M تربيع على 2 زايدا M تربيع إذن هذا قانون آخر المن؟ بالإفشيينسي إذن قانون الإفشيينسي الآخر هو M تربيع على 2 زايدا M تربيع في 100 بالمئة نرجع للمحارفة هناك خطأ بالطباعة بالقانون هناك خطأ بالطباعة لن يجب أن يكون 2 الإفشيينسي هي M سيكون الإفشيينسي M تربيع على 2 زايدا M تربيع أو بالقانون الإنساني PS على P total نحن نقوم بإضافة نقوم بإضافة محطة بث إداعية بتقنية AM تربيع على الأسئلة يعني PC نحن نحاول أن نطلقها بالأسئلة بدلات PC يعني إذن PC 40 كيلوات نتبه هنا بالكيلوات On Uses a Modulation Index نحن نلطينا M 0.707 اللي هين نقدر نقول لها 1 على الجدرة 2 For sine wave modulation signal tone calculate total average power يعني P total وعلي أكو طريقة لإيجاد P total أما P total عبارة عن P C زادا PS عندي PC بوقل PS أوجد PS أقدر أوجد PS نعم أو وقت تستخدم القانون الآخر P total يساوي P carrier 2 زايدا M تربيع على 2 كلها بين قوس بين قوس إجاد P carrier 40 كيلو طبعا إذا أخذت بالكيلو الناتج راح يطلع لي بالكيلو لأن ما عندي مشغلات أخرى فإذا أخذت كيلو يطلع لي بالكيلو 2 زايدا 0.707 تربيع على 2 مضروب في الأربعين يطلع لي P total أقدر طريقة أخرى نعم بالطريقة هذه P carrier عندي 40 بوقل PS العفو 0.707 تربيع على 2 في كارير 40 كيلو راح يطلع لي أيضا بالكيلو راح يطلع لي 10 لو أطبق سيطلع لي 10 PS 10 زايدا 40 يطلع لي 50 أو أستخدم هذا القانون هذا القانون لو أستخدم راح يطلع لي رأسا P total لو أطبق القانون يطلع لي 50 جيد بالسؤال البعض إريد Transmission Efficiency إريد Efficiency هي P total لاعفو PS على P total حسب هذا القانون جيد إذا لم يستخدم هذه الطريقة أقول 50 ناقص 40 هاي total 50 طلعتها ناقص 40 يطلع لي 10 يعني أما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة جيد Efficiency P S على P total 10 على 50 أو أستخدم تقنية M تربيع على 2 زائد M تربيع من حي سأستخدم هذه الطريقة ما راح يطلع لي 0 2 يطلع لي 0 1 9 9 في 100 يطلع 19.99 بالمئة يعني قريبا 20 في يطلع تقريبي وإذا استخدمت هذا القانون لا يطلع للتقريبي دور ماكو راحة الشاشة راحة الشاشة بدل نجي ممكن أن أنا مظهرة الشاشة دعني نعيدها نقدر نوجد M تربيع على 2 زائد M تربيع راح يطلع لي 0.1999 ونضربه في 100% راح يطلع 19.999 اللي هو قريبة من 20 فإذا تستخدم PS على P total ما يطلع تقريبي بس بال M احتمال يطلع تقريبي لأن M 0.707 0.707 هو جاء من 1 على جد الثنيا فهنا سأطلع لك تقريبي بها من التربع الى آخر سأل العفو حتى البي total يطلع 49.99 9.99 اي يعني تقربها الى آخر تبدلات تمام هس نرجع بعد اي يقول اذا اريد ال AC اذا كان R قيمته 50 بس انتبه الPC قد ناطين يا كان الPC ناطين 40 كيلو كيلو واط احنا قلنا بالقانون قانون الPC يساوي AC تربيع على 2 R الR لازم بال Ohm والPC لازم بال واط الPC 40 لازم اش تقول 40 1000 واط هذا يطبق القانون PC حسب هذا القانون PC 40 1000 يساوي AC تربيع انا قيمتها على 2 في 50 Ohm 50 Ohm لا مشكلة بها بالOhm اذا اضرب 40 Ohm يصبح 10 يعني 100 140 000 يعني 4 ملايين واحد 200 ثلاثة واحد 200 ثلاثة هذا AC تربيع ستساوي عفو اكتب AC تربيع 6 AC تربيع تساوي 4000 في 52 50 صلح 4 ملايين جيد ينتج AC جذر 4 ملايين 6 صفار 3 صفار جذر 4 2 يطلع 2000 وفعلا يطلع 2000 انتبه إذا تتكيها كيلوات تحولها وات تتكيها وات ما عندك مشكلة لان شدت ناعد كميها بالوات بس تحولها بالوات الوحدات سؤال البعض المثال السابق زادت بمقياس حتى الـ 45 من هي هذي الموديلات تون يعني شنوى صار عندي بدال الـ 45 الـ 45 يعني شنوى صار عندي ومقياس الـ 40 الـ 40 الـ 45 الـ 50 كانت الـ 50 من وجدناها الـ 50 o 0 كانت الـ 10 الـ الـ 40 حتى الـ 50 ومقياس وطبع الـ mc وآة إية الموديلات الـ و إية الـ ما شهر الموديلات الـ الـ ما شهر باستخدام قانون Pt يساوي للPc فقط طلاب رجان 2 زائد M تربيع على 2 عندي Pt عاوب وعندي PC وأوجد Modation Index دعونا أوجده، أذهب إلى صفحة لحظة أو هنا على صفحة نحن على صفحة حالة نعود Pt حتى أصبح 45 PC حتى أصبح نفسه يمكن أن تبقى نفسه PC 40 2 زائد M تربيع على 2 40 على 2 40 على 22 ما تفعله؟ عفو دكتور لكن PC دكتور 1 مكتوبات ليس على السؤال السابق على السؤال السابق سيقول لك على السؤال 45 على 20 أقسم 45 تقسيم 20 يطلع لي 2.25 دعونا أكملها 2 زائد M تربيع فقط لين الاثنين راحت هذه القيمة ستطلع لي 2.25 هنقل الاثنين هنا سيناقص 2 تساوي M تربيع 2.25 ناقص 2 يطلع 0.25 يعني M تربيع يساوي 0.25 زين M تساوي جذر هذه القيمة جذر 0.25 ويساوي لي 0.5 فالM وجدناها 0.5 ما أعتقد هذا السؤال بفن مشكلة ما أعتقد هذا السؤال بفن مشكلة نجي على الموديليتر يوزنج ملتي بلاير ملتي بلاير ملتي بلاير اللي هو ملتي بلاير اللي هو النوع الأول من الموديلشن كنا شنو النوع الأول النورمال شنو كان النورمال دبل سايد باند لارج كارير هسا حناخد الدوائر المسؤولة على توليق أو نستخدمها في البلوك نستخدمها في الموديلشن لنوع الأول النوع الأول نسمي الموديلاتر ملتي بلاير ماذا يعني؟ هنا عندي عمليات الضرب هذه الدائرة إذا أضع عليها عمليات الضرب لأفلتي المسج وهنا عندي الموديلاتر ماذا وظيفة الموديلاتر ماذا وظيفة الموديلاتر لا يسمي لك الدائرة ما هو وظيفة الموديلاتر؟ يولد الكارير بالخيارات الطيقية يولد الكارير يولد المسج يولد الموديلاتر يولد الكارير الكارير دخلت على الأفلتي وورا ما دخلت الكارير والأفلتي انضربت في الان وبعدها جمعت الكارير يعني يبقوا عليها هذه الإشارة الناتجة من جديد تقنية الموديلاتر 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 هذا يمثل لي الكارير هذه الكارير دخلت موجودة منها جمعناها ما لدي في الكارير في الكارير في الان هذه الكارير الكارير في الان فأنا حققت هذا الشيء من خلال هذا البلوك دائما سويت قلت هذه لأفلتي اضربه طبعا من اي بلوك مضروب او سيريز هو عبارة عن حاصل ضربه إذا هذا اي هذا بي البلوك المكافئ هو اي بي فأي خط جاي ينضرب في بلوك هو حاصل ضربه يعني يمر في بلوك هو حاصل ضربه من داء فهنا عندي الاشارة النوع الثاني باستخدام النونلينياريتي باستخدام النونلينياريتي اللي هو التوليد دبل سايد باند لارج كارير النونلينياريتي المعادلة بالرياضيات إذا كانت بالكوفيشنط من X زايداً A1X زايداً A2X تربية مثلاً هذه معادلة Y فتكون الكارير ماتي بالشكل الثالي إذا كرياضياً سنعتبرها VN X و Y و VW و VW و VW هذا بلوك مثلاً ببلوك هذه معادلته فنسميه هذا النونلينياريتي يعني هذه معادلة الخطيئة وهي B منحني بشكل الثالي فأجعل البلوك ماتي هنا فقط هذا البلوك هذا البلوك نونلينياريتي اللي قلنا هو عمار عن شنوه A1VN زايداً A2VN تربية يمثل لي VOUT أدخل الـ F للتي هذا عندي أوسليتر والذي الكارير الكارير أجمعها هنا أجمعها و V3T أدخلها على المعادلة النونلينياريتي ومن ثم تمر في الباند باسفلتر إذا نانا يقول لك ما هو نوع الفلتر المستخدم في النونلينياريتي بلوك دياغرام أو الموديلاتر النوع الفلتر هو الباند باسفلتر الباند باسفلتر الباند باسفلتر الباند وثماتي هو 2FM هذه الموجهات تي هي دابل سايد باند الدابل سايد باند هنا أف أم هنا أف أم في الباند وثماتي 2FM وش ناخد باند باسفلتر باند باسفلتر ما هو نوع الفلتر؟ نسمي باند باسفلتر وليس سينجل سايد باند باسفلتر باند باسفلتر باند باسفلتر أو نسمي لو باسفلتر أو كو هاي باسفلتر ناخد فقط الباند باسفلتر ما هو الباند وثماتي؟ 2FM ما كانت السنتر فرقونسي؟ السنتر فرقونسي هي الف للسي هذه الموجهات تي هي هذا الف للسي هذا الأبار وهذا اللواء فالباند وثماتي 2FM السنتر فرقونسي نوع الفلتر باند باسفلتر وليس لو باسفلتر ولا هاي باسفلتر النوع الثالث سويتش موديلاتر السويتش باستخدام الدايود الدايود هنا مفتاح عندك هاي كوسين الكارير هذا الأوسيليتر أدخلها على F3T وأدخلها على الدايود الدايود هنا سويتشنج مرة يفتح ومرة لا يفتح نسمينا سويتشنج موديلاتر حسب الإشارة ماتتي إذا كانت ساينوي بالإشارة الموجبة يمرر بالإشارة السالبة يحجبها يسميه سويتشنج يعني مرة يشتغل ON مرة يشتغل OFF مثل ما نعرف حسب مواصفات الدايود بالفورورد يمرر بالربير سي يمنع مرور الإشارة كاربائية هنا عندي المعادلة مع الرل على الرل زاد الدايود أيضا إلى ممانعة فالـVOUT على الـVN فالـVOUT فالـVOUT هو عبارة عن الـVN 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 مضروبا في الممانعة العريض عليها RL على RL زادا RD على مجموع الممانعتين رل على RL زادا RD سيحدد لي الـVOUT على الـVN ثم هذه المعادلات مواطبوة سنخبرنا هذه التقنية التي يعطيها لتقنية الأولى اللي هي double-side bond large carrier double-side bond large carrier اللي هي normal خذنا الmodulation هل سنأخذ الdemodulation تسمية أخرى الdemodulation هي detection تسمية أخرى الdemodulation هي detection شنو الdemodulation is the process of separating a modulating signal أعزل إشارة التضمين يعني message signal من أعزلها؟ من الmodulated carrier من الcarrier signal من الإشارة المضمنة modelated carrier أو modelated wave الإشارة المضمنة إشارة ناتجة بعد التضمين نسمي الإشارة المضمنة هذه العملية نسمية demodulation ما هي عملية موادية signal from the modulated wave من الإشارة المضمنة الإشارة التي جاءتني بعد التضمين أين تم هذه العملية؟ جهاز الاستلام جهاز الاستلام جهاز الاستلام مثل الراديو يقوم بعملية تصل أو استخلاص إشارة المضمنة من الإشارة المضمنة نسميها modelated wave أو modelated carrier wave ما هو envelope detector؟ الدائرة التي يعتمد أو نقول عليه أي سلك يتبع envelope نسمي envelope detector ماذا نسميه؟ envelope detector هذا هو تعريف envelope detector وضع بهذا حضور دائرة التي تحميل بشكل وهنا المبسسة وهنا المتسعة المتسعة وهنا الأخرى يجعل فلتر مثلا ماذا نقول بأن اتتوقي الريبول إتوقي الريبول ايضا هذه ما رح ندخل في تفاصيلها بس نعرف بس نعم ملاحظة مهمة قيمة الارسي قيمة الارسي تكون بين هاي القيمتين واحد على اقدر اقول هاي تو باي اف سي اقدر اقول اوميغا سي وهنان واحد على اوميغا ام ممكن اكتبها بهاي الصيغة او بهاي الصيغة قيمة الارسي واحد على جذر اوميغا ام في اوميغا سي بين تكون قيمتها بين واحد على اوميغا سي واحد على اوميغا ام او واحد على تو باي اف سي واحد على تو باي اف ام هاي مهمة جوز اجيب لك لانا واحد على اوميغا ام واحد على اوميغا سي هاي خطأ نا أويميغ c أو نا أويميغ m جوצ ما أضح لك واحد هنا آميغ سي و هنا آميغ m أيضا غلاط لازم واحد 올라ها تمام ها يمكن جدكم مرة عليكم سابقا المهم ناجي ناجي double side bond suppressed carrier اذا ناجي نوع الثاني double side bond suppress carrier النوع الثاني اللي نسمي double side bond suppress carrier أنه أنا أجي على هاي الإشارة ماتي أخذنا double side bond وحجبنا الكارير قبل ما أجي على هاي القبلها كانت شو كان عندي القبلها double side bond large carrier normal أنه أخذت الأبر واللور وأخذت Fc فكان الـ bandwidth ما تجدت 2Fm لأن هذا مننا هنا Fm افتعد ومننا قل بFm فالـ bandwidth 2Fm جيد الـ power total عبارة عن P carrier زادا PS ما هو upper واللور كل أخذنا PC والP apart والP lower side bond الذي يمثلون PS فالP هي كلية والـ bandwidth هو 2Fm دعونا جعل هذا double side bond suppress carrier أخذنا أخذنا double side bond يعني من هذا الأبر واللور موجودين بس الكرير حجبناهم إذن هنا الـ bandwidth يبقى هنا Fm وهنا FM 2Fm زيان P total عبارة عن فقط PS أو أقدر أقول أكو مصطلح آخر PSB single bond PSide يعني upper زائد lower PS هو upper زائد lower P upper زائد P lower إذا أقول single bond يعني PS نسمي PSB يعني single bond يعني واحد الأبر أو lower لازم أقول اثنيا في single bond إذا بدلالة single bond يعني bond واحدة upper أو lower لازم 2 upper أو 2 lower يعني متساوين upper lower أو أقدر أقول PS فخاب يجيلك PSB إذن هو 2 PS SB هو single bond single bond واحد مضروف في 2 يعني upper مضروف في 2 أو lower مضروف في 2 single bond يمثلي أما upper side bond أو يمثلي أو PS B يساوي أما upper أو يساوي P lower side bond يعني إذا نص نص لماذا يعتبر هن ثانية يعني هن ثانية side بان مثلا دا محجوب ال بس اسمعني بس اسمعني أنا دا ريد upper power lower power lower ماذا أقول side bond هي واحدة من لديهم هذه أسميها أقدر أقول side bond وهذه أسميها side bond side bond هي أما upper أو lower أنا عندي أريد upper lower مجموعهم المجموعهم هو PS إذا اكتب بدلالة S بس ما أقول على 2 اذا اقول 2 في side bond يعني upper زااد lower upper زااد lower يمثل PS إذا بدلالة single bond يعني حزمة 1 2 single bond يعني upper lower وضحك تمام تمام عباد يعني 1 عفو إذا bond width 2 f m وال P total 2 side single bond عفو إذا PS لا PS واحدة يعني PS مستل upper أو lower يعني 2 side bond جيد الموجة ممكن أكتبها بطريقة هاي الطريقة إنه الكريير ما موجودة فقط omega plus omega c omega minus omega c أقدر أكتبها بطريقة هاي double side bond surprise career ممكن اكتبها double side bond بمعنى الْكارير أني حاجم ه الطرق المستخدمة لتوليد double side bond surprise career الطريقة الأولى نسميها balance modulator من اسمها balance يعني أخذ نصف F T وهنا النصف السالب مالتها النصف الموجة والنصف السالب يدخل على الموديليتر أي موديليتر أي موديليتر طبعا الكارير هذا الأوسيليتر بس مرة سيدخل هذا مرة يدخل هذا لأنني أخذت هذا النصف أضيف لكارير وهذا النصف أضيف لكارير يدخل يدخل موديليتر هنا يدخل النصف لكارير F للت والنصف السالب مالتها ودخل عليها الكارير هنا سيدخل الكارير وهنا يدخل الكارير وبالتالي النتيجة النهائية ستطلع AC F للت كوسين أوميجا سيل للت هذه بدون AC التي كانت طبعا هنا عندي أعتبر AC تساوي m1 فأقول AC F للت كوسين أوميجا سيل للت لا تنسى وهذه الكارير أضيف لها مضروبة في F للت يعني هنا لا كان إشارة ماتي كان أكو بها كارير الكارير حجبتها فقط الأبر واللور كانت الإشارة ماتي هاية زائدا الكارير لأي سي كوسين أوميجا سيل الت الكارير حجبناها بوقت المعادلة فقط بدون كارير النوع الثاني من اسم رينج يعني برج دايوت فمره هذا أيضا سيمرر هاي بالموجب وهاي اللي تمر بالسالب فح نشوف مثل ما شفنا هنا أما سيستخدم هذا يمر بالموجب 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 سيمر هذا وهذا النوع الثاني رينج موديلاتر باستخدام تقنية دبل سايد بان سايد سايد كارير المعادلات المطلوبة مثل ما قلنا عليها نايمة مطلوبة نجي ديموديلاتر أيضا هو تسمية أخرى هي ديكشن مالياه طريقة دبل سايد بان سايد كارير أكو ديموديلاتر وهذا ديموديلاتر هو ديتكشن أيضا ما هو نوع سأستخدم product detector دائرة product detector أنني لدي الكارير ما موجودة الكارير ما موجودة بالإشارة هنا جهاز الاستلام جهاز الاستلام لا يستلم كوية الإشارة كارير فأنا سأضيف هذه دبل سايد بدون كارير سأضيف لها كارير فلازم عندي oscillator يولد الكارير هذا oscillator يولد الكارير لازم يكون تزامن مع الموجود بالجهاز الإرسال هذا جهاز الترانسفيت وهذا جهاز الرسيب هذا بي oscillator وهذا بي oscillator شيء ولدي الكارير بالتردد لازم نفس هذه الكارير بالتردد لازم تزامن مزامن 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 يعني مزامن تزامن هذه الكارير ومع هذه الكارير لازم تكون نفسها طرق المزامن سوف نأخذها إذن هذا oscillator متزامن مع oscillator موجود هذا جهاز الاستلام لازم متزامن مع جهاز الارسال أضيف الإشارة ماتي double side band إذا طلعت الإشارة كلية جيد T هنا الفلتر ماتي مستخدم بالتالي أريد فقط FM إذا أخذ low pass فلتر حتى يظهر ماتي فقط omega m أو fm لا أستطيع omega m أو fm فلتر ما هو نوع الفلتر المستخدم بالdemodulation بالdouble side band filter low pass filter ما هو الband وثمات fm أو omega المستخدم يأتي multi choice يقول high pass filter band pass band stop filter low pass filter لا pass والband width يكتب 2 fm 1 fm 3 fm طبعا لازم الثانيين لازم تكتب لو باسفربيتر والباندوث اف ام او اوميغا بالخيارات لازم الشغلتين بتحققها حتى تكون الجملة او الاجابة صحيحة انا ما حاطي ايكي سؤال بس احتمالي تجيكم ايكي سؤال اذا نانا لازم عندي شاء الله مزامنة سنوكورنايز اذا عندي مصطلح جديد هو السميه سنوكورنايز هو مزامنة نجي طرق التزامن بالدي موديلاشن يعني بهذا الاستلام سنوكورنايزيشن ماي بي اكمبليشت ان وان او سري ميثود اكو تلات طرق للتزامن الطريقة الاولى البايرلوت كاريير البايرلوت كاريير بس يكون هنا ايضا يمكن بالسنوكورنايز او كوهرانت الاسم الاخر بالسنوكورنايز او كوهرانت دي تكشن نجي البايرلوت كاريير بالبايرلوت كاريير هاي الدائرة ماتي ايضا بيها فلتر شنو نوع الفلتر هنا الفلتر بالدبل سايد من سابرس كاريير هو كله لو باس فلتر البايرلوت هو اف ام او اوميغا زيان هنا شنو الطريقة التقنية هنا مااجي باوسيتر متزامن اساوي مزامنة بس بغير طريقة بس طريقة البايرلوت فلتر البايرلوت فلتر شنو اي الدبل سايد من ماتي من اسمها بايرلوت الاشارة ماتي حتكون بالشكل التالي بالشكل التالي الاشارة الواصلتني فاذا انا اقدر اوجد تردد منتصف نعم اقدر اوجد تردد منتصف اللي هو تردد الكاريير فباستخدام في القسم أنه أضافها للمادة؟ نعم. إذن هنا عندي البايلوت فلتر هو البايلوت فلتر شيء ولد لي أو شيء يستخرج لي يعني حتى يحقق لي حتى يسوي للكاريير. يسوي للكاريير حتى أضيفها للإشارة اللي جاء لي إذا وصلتني ليدبل سايد بايلوت. أسوي لها أمبيلي فاير ودخلها على البايلوت كاريير وبالتالي تدخل إلى لا بايلوت فلتر حتى يطلع لي الفم أو الأوميغا. أين العملية؟ بالجهاز الاستلام. الطريقة الآخرى أو ثانية بالتزامن هي سكويرين ديبايز. من اسمه سكويرين ديبايز أنه هاي دبل سايد باند أدخلها إلى سكويرين أربعها. هنا عندي أيضا باند بايلوت فلتر بس بطريقة سكويرين هم من باند بايلوت فلتر. لكن ماذا يريد أن يكون هنا؟ 2 أوميغا سي. الأوميغا سي أدخلها على تقسيم يعني على ديبايز يقسمها على 2 فتح تطلع الأوميغا سي واحدة ومن ثم أجمعها أو أضربها في إشارة الدبل سايد باند. أيضا شنو نوع الفلتر هنا؟ لأوبا سي تطلع الأوميغا 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 سي تطلع الأوم الطريقة الثالثة طريقة كريستال أوسيليتر كريستال أوسيليتر أجيب كريستالة أو جهاز أوسيليتر هذا أوسيليتر نفس المصنع بجهاز الإرسال أجيبه نفس الدائرة ماتي أسويها بجهاز الاستينام بدون ما أسوي بايلوت وغيره هذا الدائرة موجودة بجهاز الاستينام ستتولدي نفس الإشارة بدون ما أستخلصها وأظهر الكريستال وضيفة أيضاً أضربها في الدبل ساعد بان ومن ثم تدخل إلى لو باس فلتر أيضاً ما هو نوع الفلتر هنا؟ نوع لو باس فلتر والواندف ماتي عميقى ام أو أف ام شنو فادتو الوسيليتر؟ وليد ليل كريه هاي طريقة اكتارته بالدمodulation بالdeviceide من سابراز كريه هنا سنأخذ النوع الثالث ولانه واحد في الصهر سنأخذ النوع Parent او بدون مصادر تكتبها بدون مصادر بمعنى ان اخذ فقط سايدمارك يعني ان اخذ الأبر او اللور دعونا نجي نانا البيتوتا او خلينا نقول الباندويث هو ايضا فقط اف ام واحدة يعني فقط هاي اف ام البيتوتا ما سيكون البيتوتا احنا قلنا اما بداية البي اس او بداية البيتوتا هذا البيتوتا وهذا البيتوتا يعني هذا البيتوتا او اللور البيتوتا هو اما البيتوتا او اللور اذا كم البيتوتا هنا انا؟ واحد قبل شوية في ذاكي كان البيتوتا البيتوتا زايد بن Eastice Bot يعني الأبر З78. والكارير راح. هناكارير محجوبة. ودخلها واحد. اخذنا طبيعي P Total P Air. زايدا P. سايدم يعني� y全ل أبر واللوار. سمينا الأبر واللوار سميناها SideBund أو SingleBund. سايد بان او سنجل بان الافر سميناه سنجل بان او اللوع سميناه سنجل بان فاذا عندي بس واحد ان الواحد سنجل بان بالقبل الدبل سايد بان سايد بان لا اخذنا اثنين بالنورمال لا اخذنا البي سي والبي اس البي توتر اذا هاي علاقات ما لكل حال اذا في تي نانا عندي نعم اف ام بس بدلحظة والبي توتر والبي توتر هو البي سايد بان بدلحظة اذا الثاني عندي الباندوث ما تي هنا مكتوبة بي تي هي البي دابليو يساوي لأف ام او اوميج ام البي توتر قلناه هو سنجل بان واحد ولا يساوي طرق توليدها بالموديلاشن يعني الجهاز الارسال اقو طرق توليدها طريقة الاولى فلتر ميثود الفلتر ميثود انه عندي عندي سنجل سايد بان احتاج ايضا الى سنوكونازيتش اجيب او سيليتر وولد ليتكوس الكاريير واضيفها الى سنجل سايد بان فاالان في الاشارة ستطلع لي دابل سايد باند افل تي دابل سايد باند او على الجهاز الارسال فالكاريير ويالا فلتر احتاج إلى فلتر او جهاز في جهاز الارسال نسميه Filter Method ما هو الباندوت مادة؟ نسميه Side Bond Filter هذه التسميات مهمة الطريقة الثانية هي Face Shift Method من اسمه Face Shift؟ أعمل شفتي المن F3 أخذتها الاعتيادية أعمل شفت ناقص 90 ودخلتها إلى البلانس الكارييرا من نفس الشي أعمل شفت ناقص 90 ودخلتها إلى البلانس صار عندي هنا صار عندي صار عندي طبع هاي الكوهساني أو كوهسلاتر صار عندي أما الأبر أو اللاور يعني هنا صار عندي Single Side Bond أما رح يدخل هذا زائد أما هو الأبر تطلع لي أبر أو تطلع لي الأور إذا زائد Lower Side Bond إذا ناقص Upper Side Bond فتطلع لي هنا Single Side Bond فهنا عندك Summation هذه الإشارة زائد وهنا زائد ناقص فرح تطلع لك الإشارة مادتك Single Side Bond من تطرح من عندها سيطلع لك Single Side Bond سنجد أو المساعدة بها طريقة Single Side Bond سنجد أو فقط أكتبها Single Side Bond أيضاً هنا نحتاج إلى Synchronization يعني لا يوجد كارير لدي Single Side Bond سنجد إلى Oculator وهذا ينشد يدخل على سينجل سايد باند. هنا يدخل على اللو باس فلتر. اللو باس فلتر ايضا دائما دائما بدي موديشي اللو باس فلتر بالنهاية. شي طلع لي طلع لي طلع لي اوميجا ام واحدة لان اريد فقط المسيج سيجنال بس تردونها. النوع الاخير بالAM اللو نسميه Vestigal Side Bound Modulation. هذا النوع فقط يستخدم بالفيديو تقنية الفيديو بارسال الاشعارات الفيديوية نستخدم Vestigal Side Bound Modulation. لا نستطيع علي اي شيء يعني ان هذا يراد شرح طويل و لا يدخل فيه انتحان. المهم. هنا ينتهي هذا الجزء من هذا الفصل. الجزء الثاني من مادة الانتحان. او المادة مالتنا. وان شاء الله على المحاورة القادمة نكمل الجزء الثالث والاخير. موسيقى موسيقى شكرا